تحب الزوجة أن تشعر بالأمان في بيت زوجها فلا تهدد بطلاق ولا تنذر بإخراج من البيت ولا يقال لها إنه بالإمكان الاستغناء عنها واستبدال غيرها بها في أي لحظة إن الشعور بالأمن مطلوب كل زوجة من زوجها قرأت مرة عن الياضان وعن سبب تقدمها فقال الكاتب إن أهم عامل موجود في معامل الياضان هو الأمان الوظيفي الموظف مطمئن إنه لا يفصل لا يطرد إما أن يؤدي ما عليه وإذا لم يؤدي أعادوا تأهيله مرة جديدة قوّوا له خبراته أعطوه دورات جديدة دربوه تدريبا جديدا أو أنه يذهب إلى مكان آخر في نفس الشركة ليؤدي المهام المطلوبة منه المهم الموظف لا يطرد لذلك هو يعطي عطاء كبيرا فهذه الشركة شركته لن تطرده أبدا إنما هناك مشكلة في أي شركة الموظف في أي لحظة بطردوه فهو جالس هون بس عينه برا عم يدور له على شيء وظيفي أحسن بإلا كهذا صاحب الشركة بأي لحظة بيطلع خلقه بيطالعني منه إن الشعور بالأمن مطلوب كل زوجة من زوجها فلا يحق للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق عند كل حركة وسكن فتشعر بأن حياتها الزوجية مهددة ولا يحق له أن يرسلها إلى بيت أهلها كلما استاء منها أو استاء من البيت أو ضجرة من الأولاد أو وقع بينهما خلاف بل لابد للزوج أن يطمئنها باستمرار ويخبرها بأن كانتها عنده عالية وبأنها غالية عليه وأنه لن يتخلى عنها بالتالي يا شباب ممنوع واحد يقول عليّي الطلاق وإذا في واحد من رفقاتك يقول عليّي الطلاق معك تعود معه إذا بدك تتزوج وإذا بدك تشكل بيت وتستمر في هذا البيت وعيب أن تقول هذه الكلمة لست رجلاً إذا قلتها الرجل هو الذي لا يقوله الصغير هو الذي يقوله وفي أحد الدورات جئت بطفل عمره ست سنوات قلت عمه قل قل أنت طالق فقالهم فقلت هكذا الأطفال يقولون أما الرجال لا يقولون أما الكبار لا يقولون الصغار هم الذين يقولون الطلاق يبقى حل لمشكلتين لا تحل إلا به أما كلما خفض خافضة أو رفع رافعة أو سكنت ساكنة أو تحركت حركة يقول عليّي الطلاق المرأة تخاف لن تستمع هذا المكان مخيف مزلزل لها الحياة الأسرية في خطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر